لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس بل ما سوئل صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الدنيا فرد طالبه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يمكث في الدنيا ما شاء الله وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه وكان يمر الهلال تلو الهلال ثلاثة هلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار إن هو إلا الأسودان التمر والماء في صلما مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل أي التمر الردي ما يملأ بطنه وكان عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وراح ولما مات علي الصلاة والسلام كما في صلما مسلم لم يخلف دنارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وفي الصحيح أن رجل أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل مجهود أي صابني الجهد والجوع فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ما قالت الأولى حتى قلنا كلهن جميعا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء بيت النبوة وليس فيه إلا الماء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين